المحامي ميشيل تويني المعروف بميكي حضر التحيق اليوم كشاهد بقضية الرياض سلامة من دون ما يتوقف توقيفه بحاجة لإذن من نقابة المحامين شو دور ميكي تويني بتهريب أموال الرياض سلامة؟ لحد 2015 اعتمد سلامة على شركة فوري المسجل بإسم خي و رجا لتهريب أموال مصري في لبنان على حسابها بـ HSBC سويسرا بعد لـ 2015 بطل الـ HSBC يقبل التحويلات لأنه اشتبه فيها وقتها دخلت شركة أوبتموم على الساحة وحصلت على عمولات مشبوهة بقيمة 8 مليار دولار ما منعرف لوين راحت في بس 42 مليون دولار بينت من 8 مليار راحت لحساب ميكي وبعدها لحساب مروان عيسى الخوري ابن إخته لسلامة بالتحيقات السابقة سنة 2022 برق سلامة نفسه قال إنه المبلغ استحق لشركة خاصة وميكي قبضوا عنها ولا يباعد حاله عن القصة نفى وجود علاقة تعاودي بين مصري في لبنان وميكي هيك رواية بتورط ميكي بشبهي تبييض الأموال إذا ما أثبت سبب مشروع للتحويل عشان هيك قال إنه المبلغ كان بدل خدمات قدمها للمصري في المركزة الشي اللي بيرجع بورط سلامة مع ميكي الرياض عم يكذب بال2016 أكد ميكي شغله بمصري في لبنان ونفق إنه يكون استقال منه هو مقرب من الرياض عينه عضو بمجلس إدارة الميدل إيست وقبله بموق التمويل هالعلاقة وصلته لمناصب كبيرة كأمين سر مجلس إدارة البيئة لسي ومستشار قانوني لفرانسابانك بس بيئة دور الأهم إلو مساعدة الرياض عتهريب أمواله ترجمة نانسي قنقر